يعني اليوم هيئة البث تقول بأنه من المقرر أن يقدم نتنياهو غدا إحاطة أمنية لزعيم المعارضة لبيد وهي المرة الأولى منذ شهرين يعني حدثنا يعني ما هذه العملية يعني وفقا للنظام في إسرائيل وفقا للتقليد رئيس الحكومة هو ملزم بأن كل فترة وأخرى وفقا للحاجة أن يستدعي زعيم المعارضة بغض النظر زعيم المعارضة كم يمثل في الكنيسة يستدعي زعيم المعارضة وهو يكون زعيم المعارضة هو أكبر حزب معارض من الأحزاب أغير المشاركة في الحكومة في هذه الحالة هو لبيد فوفقا للتقليد هو يطلبوا للحاطة يضعوا في صورة التطورات أنا أفترض أنه فيما يتعلق برفح فيما يتعلق بتطورات المفاوضات حول الأسرة فيما يتعلق بما حدث مع إيران سواء كان من رد فعل أو غيره مسألة روتينية؟ هذه مسألة روتينية دائما لكن هي لا تحدث في كل مرة تحدث عندما يكون هناك تطورات وهناك تطورات كثيرة نعم هناك تطورات كثيرة أول مرة منذ شهرين نعم لأن نتنياهو لو كان شخص آخر غير نتنياهو ربما في ظل هذه الظروف لعمل هذه الأحاطة كل أسبوعين أو كل تلك أسبوعين طيب لأول مرة دكتور نجد تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان يتطرق إلى إسرائيل هل باعتقادك وأنت كنت في الولايات المتحدة منذ فترة قصيرة هل باعتقادك أن هذا التطور يصنف ضمن أدوات الضغط التي ربما بدأت الولايات المتحدة على استحياء استخدامها ضد تل أبي يعني أعتقد أن الولايات المتحدة مضطرة أن تقدم على خطوات لسببين السبب الأول أن الممارسات الإسرائيلية فاضحة يعني سواء كان ممارسات المستوطنين أو ممارسات الجيش في الضفة الغربية وحتى في غزة وفقا للتقارير التي تصدر من غزة وبالتالي الولايات المتحدة هي غير قادرة عن تلتزم الصبق طوال الفترة والأمر الآخر هو ما يحدث من حراك في الرأي العام الأمريكي شهدنا ما الذي حدث في جامعة كولومبيا في جامعة كولومبيا عمليا هناك شبه انتفاضة عمليا ضد السياسة الأمريكية الدائمة والمؤيدة لإسرائيل وهناك ليس فقط فلسطينيين وعرب ومسلمين هناك أيضا يهود يشاركون في هذه المظاهرات ضد السياسة الإسرائيلية بالتحديد في قطاع غزة وما يرونه ويشاهدونه من مجازر ومن مذابح ومن مجاعة واستمعنا إلى تقرير الناطق باسم المستشار الإعلامي للوكالة غوث وتشغيل اللاجئين قبل قليل الذي استضفته هنا السيد عدنان أبو حسنة وبالتالي إدارة الأمريكية هي ملزمة أن تتخذ بعض الخطوات الملموسة كما كان في قرارها بالاتخاذ إجراءات ضد الوحدة في الجيش الإسرائيلي والكتيبة نتسا حيهودا ولكن رغم أن التقرير يتحدث عن عمليات قتل خارج القانون عن عمليات تعذيب عن عمليات اختفاء قصري إلا أنه ليس هناك ما يفيد بأن الولايات المتحدة جادة بمعنى كلمة جادة للضغط على إسرائيل أنا أعتقد أنه ليس سدج لكي نتوقع أن الولايات المتحدة تتخذ خطوات ملموسة عملية بحجم الجرائم التي ترتكب ليست عاطف النعنى بل بحجم الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين ولكن بالمقارنة مع المواقف الأمريكية السابقة لا هناك خلال الدم الفلسطيني الذي يسكب والإجراءات الإسرائيلية الوحشية التي تتخذ يبدو حركت قليلا من المشاعر على استحياء يعني كما قال أحد المتحدثين الأمريكيين قبل قليل قبل أن ندخل إلى الستوديو عندما سئل عن المقابر الجماعية التي تم ارتشافها في مجمع ناصر الطبق قال بأن التقارير التي تتحدث عن هذه المقابر الجماعية مقلقة 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 طبعا نعم مقلقة متقلل واحد ما ينمش لا يعني أنت تتحدث عن عمليات القتل التي حدثت وليست خلال الحرب يعني كانت هناك مشاهد لتصوير نتيجة سقوط طائرات الكويت كابتر أو طائرات الاستطلاع صورت مشاهد فاضحة بمعنى مواطنين يسيرون بأمان أنت لا تتحدث عن رواية فلسطينية تدعي أن إسرائيل ترتكب جرائم أنت تشاهد صور ليس فقط نتاج أنت تشاهد صور أيضا وتسمع روايات من أناس يعني يقشعروا لها الأبدان وهناك صور يعني لم تسجل يعني هناك حوادث سعيدة نعم 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 عن الذي تم تسجيله نعم عن الذي تم تسجيله في حين إسرائيل تدعي أنه وكأنه في الأربع ساعات خمس ساعات اللي في سبع أكتوبر يعني ارتكبت جرائم لا بده ارتكب في الحرب العالمية الثانية